مرحبا بكم يا لبنات في الوصفات رشيد العمري على اليوتيوب لا تنسوا الضغط على المربع الأحمر سبسكريب تفعيل خاصية الجرس اليوم سوف نقوم بملاحات الكريمة سهلة التحضير 300 جرام الدقيق ملح ملح 125 جرام 1 بيضة ملح 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 ملاح ملح 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 ملاح ملح ملاح نحتاج حليب جوج كؤوس الحليب نحتاج البيضاء جوج معلقة كبيرة لدقيق الناشاء الملح والبزار معلقة كبيرة للزبدة معلقة فرماجات نحتاج الجبن على حسب الكمية الملح والبزار نضيف الماء جوجه معلقة كبيرة نخلط هذه المكونات جيدا نحن نحن بالخليط يكون مجمور لا يكون مكور لتعمل قليلة لا ترد الماء لتعمل من الماء نريد ماء نريد الماء وبعد ذلك نضيف حليبة جيدة الجبنة نحن نضيف الماء الجبنة تنظيف على الطبيعة تحبسوا من التحرك لانه إلا غفلتوا عليها سوف يلصق لكم هانتوما هنيرا بدأ شوية الخارط كي غادي كي يعقاد المهم كتبقوا تخلطوهم زيان وما تغفلوش علي باش ما يتحرقش لي كو معطاكم لمطة خايفة من بعد كما كتشوفو ودبقوا تتواصلوا التحرك هوا هنا قرر بيوجد لي الخارط ديالي صراحة هاد الكريمة هادي تعملوها وتعملوها يعني في هاد المملحات ديال اه اي نوعية مملحات كتشبكم عملوها الصراحة كي يجو حد طعم ديالها مغاير وزوين ها الحق خريط ديالي هوا عقاد كي ما كتشوفو المهم كانت تستمرت تايزي دي عقاد ليمزيان ومن بعد ان شاء الله وتشوفو القوام ديالو وهاكو يعني توجدو هاد الكريمة هاد وتعملوها يعني في في الوصفات ديالكم صراحة كتشغزالة وزوينها انتوما هل القوام ديالها من بعد ما وجدت من بعد غضي نحيدها من فوق النار ومن بعد نضيف ليها معلقة ديال الزبدة معلقة كبيرة وتخلطوها او القياس ديالش حال ما بغيتو تعملوها من بعد غضي نخلطها مزيان محدة سخونة باش تدوب هاد الزبدة مع هاد الخاليط هذا ونضيف لي هاد الكتاع ديال الجبن اي مقدر تعملوها ديال فيها او اللي بغيتو لكم الاختيار انا كتفيت به هاد الوصفة بحالها وانتوما لكم الاختيار دير اللي بغيتو هاد الوصفة ديال العجين وان شاء الله ونكمله اه اه مهم غضي نضيف هاد الكتاع دير اللي بغيتو لكم الاختيار المهم كان نواصل تطراب كما كتشوفو وغادي نزيد نكمل هاد الكتاع دير اللي عندي حتى غادي يدوب من بعد غادي نعمليه بلاستيك غيدائي ونخليها غاي برد ومن بعد باش من ننتقلوه يعني الوصفة ديال العجين وان شاء الله ونكمله اه مهم واصلوا تطراب مزيان هانتوما هالقاوام ديالو من بعد ما كتتطربوه هانتوما كي يبليكم الخالد صراحة اه باش تزيد لكم هاد الكريمة جيكم يعني زوينة هانتوما كي كتشوفو هاد الكالجوبن يعني كي عطاها كجفح الخيوطة اه من بعد غادي نخذ التطراب الكهربائي وغادي نتحن هاد المكوينات مزيان باش باش نساجمو وكتحصلوا على كريمة كتكون يعني واقفة من بعد ان شاء الله ونكمله ونكمله صراحة هاد اعتمدوها وعملوها في الوصفة ديالكو اه صافي هانتوما خلطوهم مزيان ومبعد كتتتغطو هاد الخالط هاده وتخليوه هانتوما هانتوما هاني عمدلي هاني البلاستيك الغيدائي باش ما ما طلعش ليا ديالك القشرة ناخد العجينة مبعد مرتاحة كناخدها وكنعملها في البلاستيك بحالها كي ما كتشوفو باش تعاوني ما تعدبنيش يعني في سطح العامل وبسهولة كتحيد كتلقو العجينة يعني عادية بحالي مولفين من بعد كتتقبوها وناخد انا هاد هاد الجرارة هاد ينتقبها مزيان هاد بحالها كتتوقوب او لا تخدو قدرت اخدو لها عندكم غا فورشيطة تعمل الفورشيطة او لا هادك شي مشطة ديال الشعر اللي كتكون جديدة ما تكونش مستعملة سافي ومن بعد كتتاخدو اي قوالب اللي عندكم نحن عندي مدورين ومن بعد كتتضغطو علي العجينة بحالها كي تضغطو عليها مزيان بالاصابع او لا بيحتة بمدلك سافي وقوالت تقاددو هاي لكنت من جناب ما مقدش سافي وكتحصلو علي على تشكل هادا كتجي صراحة كتجي ديال الجينادي كتجي زوينة بنعود معاكم واحد اخرى كتاخدو المول ديال الحديد اي نوعية عندكم لكم الختيار من بعد كتعملو بحالها وكانت وما يعني مني كتعملوها في البلاستيك ضغية كتعاونكم وضغية كتتحيل عليكم يعني تتحيدوها بسهولة سافي من بعد كتتاخدوها ومن بعد كتتضغطو ومن كتضغطو عليها هي بسهولة العجينة كتتحيد وكن نحيدو ذوك اللي زايدين ونزيد نقادها اللي كانت شي جيها يعني معوجة او اللي كانت غليضة صراحة بحالها كي ومن بعد نسخن الفورن كي يكون ساخن وكندخلهم يطيبو حتى كتتحصلو عليهم يعني طايبين ومحمرين بالنسبة لن الحشوة اللي غادي نعمل في هذه هانتم هنا هاي الكريمة ديال الجوبن بحالها كوا كتاخدوهو كتعملوها فيما سور ميكسور او له في الخلط الكهربائي انا عندي هنا تسوري مي قديته وغادي نا اا او nellطعاته باش يعنى انتفد انه مكونش في هذك الريحة ديال السفر وما يعطاني هذك الطعم خايب س ه再ين غادي نا خ 타مйة هذي وغادي نا أخد هاد سوري مي هل قطعو وغادي ناعملوเขو هنا يكا مع هاد الجوبن هادة وغادي ننطحنو هو في الطحانة الكهربائية حتى كنشهد عليه يعني كيكون كريمة اا وم بعد ان شاء الله وأشوفوا الق تشتيج المثال موضوع يقوم بتحصيل الحروس بخير تشتيج المثال تشتيج المثال اي حاجة عملتنا بالطون و بالكاشير يعني لانشون هنا عندي نفس الطريقة كان نأخذ الجبن و كان نأخذ الطون حي يتليه الزيت و قد طحنوها بنفس الطريقة حتى تحصلوا علي كي يكون مطحون هالقوام ديالو بنفس الطريقة قد نعملو اللانشون او لصميت الكاشير من بعد و نضيف معا شوية ديال الزيتون انتو ما غادي تشوفوا صراحة يعني هاد شي بسيط و لكن صراحة جاد طعم ديالو مغاير و قد تعملو بلاطون مشكل على حسب الزواق اللي بغيتو على حسب اللي اعجبكم هادا ديال الطون هادا ها هو عملت هنا لانشون و الزيتون و عملت الجبن و عملت شوية الهريسة و غادي انطحن هاد المكوينات مزيان من بعد كنحصر على واحد الكريمة هاية كما كتشوفو كتجي غزالة و زوينة و لكن حتى كن مدخان يعطي الطعم احسن و احسن يعني كتجدك الطعم ديالو يعني كتجدك الطعم ديالو يعني فحل الدخان في الوصفة المهم استعينو باللي بغيتو اللي بغيتو لكم الاختيار عملو اللي اعجبكم غا نستعمر فحل هكا غا نكمل من بعد ناخدهم و نعملوهم في جيب حلواني و كتزينوهم باش ما اعجبكم هادا بالطون و بالجوبن هادا باللانشون و هادا بالتسوريمي و لكم الاختيار يعني ثلاثة ديال ديال كريمات و انتم لكم اختيار هالقاوام ديال الحلوى ديالنا مبعد ما ما خرجت من بعد كتت اقضوا جيب حلواني و كتتعملو هادا الحشوه هنا فيها و من بعد كتتزينوها باش ما بغيتو و ان شاء الله ياربين تمنى تجربوها و تعجبكم لانا الصراحة كتجي غزالة و زوينة و هكو يعني تقدموها لصحاباتكم و لا اخوتكم و لا تقدموها لأفراد الاسرة و لا ضيافكم المهم القوام ديالو كيجي على تشكلها دا كتزينوها باش ما معجبكم و ان شاء الله ياربين تجربوه و تعجبكم لا تنسوش الدعم واللايك و لا تنسوش البرتاج مع المعارف ديالكم باش تعمل فائدة و مرحبا بكم و شكرا لمتابعة ديالكم و الى فيديو قادم بحول الله مع السلام